صال علينا وعلى الجينة وحتجينا خارج سلم قصيتونا عندما نقول 26 أبريل نستحضر أكيد نستحضر اتفاق 27 أبريل 2011 الذي وقعته الحكومة عباس الفاسي بطارق 25 أبريل 2011 وقعته بمعيات المركزيات النقابية أقول بمعيات المركزيات النقابية وهذا الاتفاق نص في بنده على ترقية للمقصيين والمقصيات إلى خارج سلم والدرجة الجديدة بمعنى أنه وضع حدا لذلك الإقصاء وضع حدا للإقصاء من تحسين أوضاع المادية والمعنوية لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي ولملحق اقتصاد والإدارة ولملحق التربويين لأنه كيفما كيعلم الجميع بأنه النظام الأساسي الحالي المطبق على موظف وزارة التربية العطانية اللي هو نظام الأساسي ديال اللي كيرزع لسنة 2003 يضع حدا للمصار المهاني والترقية ديال أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي في درجة الأولى واللي هي السلام حداش ومن بعد ذلك يصبحون ممنوعون من تحسين أوضاعهم الترقية لكن اتفاق الساعة وعشرين أبريل قضى برفع هذا الإقصاء وفتح باب الترقي إلى الدرجة الجديدة اللي هي خالي سلام وما بعد الدرجة الجديدة اللي هي الدرجة الممتازة لكن للأسف نسجل بالسياء وبابتعاد كبير على أن حكومات سابقة والحكومة الحالية اللي تنسلهم اتفاق الساعة وعشرين أبريل جئنا لأنه الشعار ديال الإدراب الوطني ديالي مندعات لتنسيقية الوطني المطافة وزارة المقصيين الخارج سلام هو شعار لا بديل لا بديل عن تفعيل اتفاق الساعة وعشرين أبريل إذن اليوم إذن تجي كمحطة أخرى لإيصال صوت صوتنا للجهات المسؤولة والوزارة بتفعيل الاتفاق الساعة وعشرين أبريل اللي هو والتعويض المادي بأطار إداري ومادي لكافة المقصيين والمقصيات من خارج سلام بحيث هناك اللي تي خداء اللي يبقى في السلام 11 لأكثر من 22 سنة أو 24 سنة إذن من الأيب والعار أن موظف وزارة التربية الوطنية ووزارة ديال التعليم أنه يبقى قابع في هاد السلام إذن بدون تحفيز بدون أي شكل من هاد الأشكال اللي يتخلي أنه يكون العاطاء دياله أكتر والمرضودية أكتر لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر